بحسب التقرير تعتزم طهران إذن تركيب سلسلتين إضافيتين من جهاز طرد مركزي من طراز IRM2 في المحطة الهدف من ذلك هو تخصيب يورانيوم 235 إلى درجة نقاء تصل إلى 5% سيؤدي ذلك إلى رفع العدد الإجمالي لسلسلة جهاز طرد مركزي من طراز IRM2 إلى 6 بينما ينص الاتفاق النووي على أنه لا يمكن لطهران التخصيب إلا في محطة تخصيب الوقود باستخدام جهاز طرد مركزي من الجيل الأول الأقل كفاءة بكثير وهو IR1 دعونا مشاهدين نتعرف أكثر على المنشأة النووية الإيرانية المعنية بهذه التطورات يقع مفاعل نطانز في محافظة أصفهان في وسط البلاد تعد أكبر منشأة طرد مركزي لتخصيب اليورانيوم في البلاد وتبلغ مساحة مفاعل نطانز نحو 100 ألف متر مربع يتكون هذا المفاعل من ثلاثة مبان كبيرة تحت الأرض ويقع على عمق ثمانية أمتار تحت الأرض لحمايته من الغارات الجوية في الأرقام المتاحة تضم المنشأة أكثر من 7 ألاف جهاز طرد مركزي منها 500 تنتج اليورانيوم منخفض التخصيب ويمكنها أيضا إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب والذي يمكن استخدامه لإنتاج أسلحة نووية في أغسطس المنصرم أعلن الطهران أن الانفجار الذي شهدته المنشأة في يونيو الماضي كان عملا تخريبيا عود إليك يوسف